ايه ده صافر هنمسى تضايد بقى شوية يا مسائل فل على كل المانجو لوفرز اكيد الناس اللي عارفاني كويس عارفة ان اسم مانجو ده هو اسم الشهرة بتاعي من وانا عندي 6 سنين فانا قررت قرار نهائي ان اسم القناة هيبقى مانجو وزي ما اتفقنا انها لت القناة هتكون مهتمة شوية بالتقييمات وتقييم المحلات وتقييم المنتجات والكلام ده فقررت ان الحلقة دي تكون حلقة خفيفة اجايبلكو 9 انواع من البرانجلز ولازم ننتقى برانجلز وصاد نوع واحد لمنتج لسه نازل السوق قريب مش مبعيد اسمه برافو وجايبه بطعم الخل هنتعرف مع بعض ايه الفرقاب بينهم ويا ترى مين فيهم اللي هيكسب يلا بينا في الحقيقة انا جبت اغلب الانواع من الصغير يعني عشان الميزانية بصراحة ايه يعني لو جبت كله كبير الميزانية هتخرم خلص فانا جبت اغلب الانواع من اه برانجلز الصغير وتلات انواع من البرانجلز الكبير اللي هو الاطعمة اللي لسه نازلة جديدة اول طعم موجود معانا هو برانجلز بالكاتشاب بما ان الكاتشاب يعني هو من اشهر الاطعمة اللي موجودة اه في اي منتج من المنتجات دي حجم العبوة 40 جرام سعرات الحرارة اللي موجودة فيها تقريبا 200 سعر حراري مكتوب عليها مناسب للاشخاص النباتيين فتعالوا بينا نجرب كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي بيحت الكاتشاب ظهرة ده شكل البطاطساية الفليفور كده باين عليها من برا فندوق اسم الله الرحمن الرحيم بتعمل كاتشاب باين قوي يعني الفليفور باين والبطاطس كده طعمها مقرمش وزريف مع فكرة الاكتر حاجة بسطانية بس في الموضوع ده كله ان العلبة يعني الحاجات الجوها مش متكسرة فده بالنسبة لي شيء عظيم جدا فالكاتشاب بتاعنا ندوق واحدة كمان لأ عجبني يعني هو بيفكرني بالتعمل كاتشاب بتاع زمان فيعني اول واحد بالكاتشاب ده يعدي معاي زي الفل ده هيتقيم معاي هتدي له تقييم تمانية من عشرة يلا نجرب النوع اللي بعده النوع التاني الباربيكيو انا من عشاء الباربيكيو انا بعشاء اي حاجة عليها سوس باربيكيو ده شكل العلبة نفس المواصفات بالزبط اربعين جرام موجود فيها امتين سعر حراري برضو مناسب الاشخاص النباتيين على فكرة انا قريت العلب كلها كلها مناسبة لاشخاص النباتيين فده شيء ظريف جدا وآآ لو حد نباتي فيقدر يأكل براحته ده الصراحة يعني مكسر شوية بس يعني اكيد ده مكسر مني انا عدت هبت فيها لحاجة فانا هنقلكوا واحدة تكون مسكا نفسها كده ده شكل البطاطسايا برضو الفلافر بين يعني واضح فيها قوي وفيه من بره كده تحس ان فيه ملح من بره مش عارف الكاميرا هتطلع ده ولا لأ بسم الله الرحمن الرحيم لأ طعم الباربيكيو واضح قوي قوي جامد جدا يعني هو فيه حاجة كده يعني عارف الشيبس اللي بالكباب بتاع زمان بس يعني على انضف شوية بقى البطاطسايا كده ايه ارمشتها احسن وفيها كده طعم مختلف يعني يرجعك الورا شوية كده فلا جامد جامد الباربيكيو ياخد معايا تسعة من عشرة تقيم معايا تسعة من عشرة مش عارف يعني الجبنة المجبنة فنفس المواصفات مش هنعيد ونزيب بقى بنفس الكميات والسعرات الحرارية والاشخاص النباتيين كل الكلام الجميل ده معنا تعالوا ندقوا بقى اللي تشيزي تشيز ده بيقول ايه في ايه ايوة كده اول اتنين من الكسارين برضو هاعتبارها مني انا غلطة هقولوكم الاسعار في الاخر بس الاسف دي طلعت معايا مكسورة ده شكل البطاطسايا الفليفر مش واضح قوي بس يعني هنشوف يعني ما حسيتش قوي بس استنى جده تاني هنشفس بالجبنة المتبلة شوي ممكن اوفر كتير يعني ممكن اشتري كيس بخمسة جنيه ويقوم بنفس المهم يعني انا ما عجبنيش مش قوي بالنسبالي فده ياخد معايا ستة من عشرة ستة من عشرة يا فاشل يا فاشل الاصلي مضطر اشرب شوية ماي بقى عشان ايه عشان اعرف اصطعام كده على روائق تعالوا نشوف بيقول ايه اتأكد بس عانش مناسب لاشخاص النباتين مناسب يا جماعة لاشخاص النباتين ما تلاقوش خليك حلو بقى اه لا ده يعني تحسوا كده حاجة فعلا يعني قلبها منظمة كده وشبسي مرسوس بشكل ظريف بشكل البطاطساية ايه يعني هو اسم على مسمى فيش ايه حاجة بطاطس سادة خالص خالص يعني عارف الشيبس بالملح بتاع زمان احلى بصراحة ده ما مش حاسس بقى اي فليفور يعني هو الطبيعي انه ما نكونش فيه فليفور بس يعني ما اشتريتش عشان منلخص انا مشتريتش ومش هدوق واحدة تاني فده بالنسبالي خمسة من عشرة انا اسف يا اوريجنال هنا بقى هتم المنافسة بين برافو وبرينجلز الخلي والملح تعالوا نشوف مين فيهم يكسب هنفتح الاثنين مع بعض على فكرة انا شميت لان انا اوما فتحت العلبة ريحت الخلي والملح يعني فايحة منه فده شكل البطاطسية اوه 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 يا جماعة الفليفور عليه قوي عليه قوي قوي فاللي بحب ان خلوه ملح هينبسط قوي هيعني هيتكايف ده بقى البرافو ايه ده انا هوريكو بطاطسيطين قدام بعض ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعة قد عنده تفسير ها غلط تعالوا ندوق بس يعني برافو الاول كده هتصدقوني لو قلتلكم جامد عفكرة جامد جدا والبطاطس من جوه شكلها مضيف انا عايز بس اريكو كده اكيد اللي بياكل شابسي بيعرف ان الدنيا من جوه مكسرة ومهربدة هنا البطاطس ماسكة نفسها جدا طعم البطاطسية رايق جدا ده حلو بس الفليفور عالي قوي وحاس انه مش طبيعي كده يعني في حاجة في الطعمة مش طبيعية مش مفهومة ده الخلق الملح اللي احنا عارفين ومتربين عليه ده مش يعني في حاجة مش مفهومة قوي بس يعني اوبر اول انا يا جماعة معلش انا طبعا الحلقة دي يعني ايه هننسى الضايد بقى شوية وانا متخلى عن مبادئي جدا جدا في يعني طوعوني بقى للاخر فده في ربعمائة كالوريز اه لان في ناس حرفيا طلبوا مني قالوا ليعمل حلقة عن حاجات مش صحية فعني خلينا ماشيين مع بعض بقى فالمقارنة بين الاتنين انا شايف ان ده يكسب ده ياخد تمانية من عشرة وده ياخد ستة من عشرة كيس ده بخمسة جنيه العلبة دي بطلعتاشر جنيه يعني تقريبا دخلة على ضعفين تمانية فانا شايف من وجهة نظري المطابعة برافو بالخل يكسب واخر نوع معايا من العلبة الصغيرة بطعم البابريكا ده شكل العلبة قالوا بقى نشوف البابريكا دي بتقول ايه اه ايش بطاطسها برطقاني كده ريقانة يعني قالوا كده ما نشوف فليفور بيلمع عليها من برا نجرقينها فليفور تعالوا ندق يا جامد يا جامد يا رايق يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو حلوة فليفور طعمه عملاق طعمه حلوة جدا 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 طعم البابريكا واضح جدا جدا لذيذ يعني ده تقريبا تقريبا من احسن الانواع اللي انا دقتها في العلب الصغيرة ده النوع السادس وده بالنسبة لي احسن واحد فيهم ده ياخد تسعة من عشرة نيجي بقى للعلب الكبيرة ده انواع تقريبا لسه نازلة جديد يعني هو في علب اصغر من دي كمان سانا قلت بقى اجرب الانواع الجديدة دي بتبقى سبايسي فيها تلات انواع في اه نوع يعني كل نوع بيبرسملك عليه فلفل فده مرسوم عليه فلفلية واحدة فده كده او يعني شطة قليلة اللي بعده اتنين فلفل فكده اعلى شوية اللي بعده تلاتة فلفل فمعنى كان ده سبايسي قوي تعالوا نجرب ونشوف ده اه ميديم بتاعه ميديم او فلفلية واحدة والفليفر بتاعه سور كريم فتعالوا ندوق ونشوف هي الريحة من البداية كده ايه تعالوا نشوف مش عايزين مش عايزين نسبها لا حداثة ده شكل بطاطساية شكلها رو جدا مفيش فليفر خالص عليها من بره يعني ده حسها اوريجنل قوي لحظة طيب هو انا حرفين مبلعتهاش يعني انا حرفين مبلعتهاش في حاجة غلط في حاجة غلط ولا في شطة ولا في اي حاجة في حاجة حمضانة يا جماعة في حاجة حمضانة فده ده ما اشتريتش مش هقيمه مش ولا واحد من عشرة ولا اي حاجة من عشرة مش هقيمه سافر كفاية الفلوس اللي اتدفعت فيه انا هقول لكم سعره في الاخر لان انا مش فاكر بس يعني حرام الفلوس اللي اتدفعت فيه النوع التاني باربيكيو في الفلايتين تعالوا نشوف الريحة ظريفة البطاطسايا شكل الفلايفور عليها واضح اهو تعالوا ندوق بسم الله الرحمن الرحيم استر يا رب استر طيب الباربيكيو الصغير احلى اللي هو ده الباربيكيو ده احلى بكتير طعم الفلايفور اوضح وطعمه قلز يعني سبايسي شوية يعني فيه شعراية كده فاهم بقى لمست معايا كده سنة سبايسي احاس بسبايسي بس لكن فلايفور باربيكيو مش موجود خلص بس يعني يقايم معايا ان السبايسي اللي فيه برضو لذيذ كده جاي من بعيد كده ياخد معايا ستة من عشرة يا جماعة دي سعرها ضعف الصغيرة يرى النوع الاخير معانا وهو جبنا بالفلفل بس تلات فلفلات على العلبة تعالوا نشوف طعم عامل ازاي يلا بينا شكل البطاطسايا انا رحيم طيب خليها متفقين على حاجة بقى عشان ننهي يعني انا انا فهمت القصة خلاص العلبة الجديدة الكبيرة دي الحاجة الفرقة فيها السبايسي واضح جدا وصريح فعلا حراقة يعني ده تلات فلفلات اه تلات فلفلات سبايسي قوي فعلا يعني انا بحب الشطة فتمام معديش مشكلة لكن الفلايفور يعني لو احنا بتقول تشيزي شلي لأ مفيش لا تشيزي ولا شلي انا محستش بفلايفور في الموضوع لكن السبايسي انا حاسه فدي بالنسبة لي انا عايزة كل حاجة سبايسي يعني ماشى كل حاجة سبايسي لكن اعايزة حس بالفلايفور برضو يعني عايزة حس بالمكس مش عارف ايه الدافع من ورا ده بس انا يعني مش حاسس بالفلايفور قوي ندوه واحدة كمان نعم العلب الصغارة طعم الفلايفور فيها اوضح بكتير اه ده السبايسي فيه اوضح بكتير فاللي بيحب السبايسي يا جماعي جدا بس مش هيركز في الفلايفور قوي بيبقى حس بفليفور بس من بعيد شوية. مش هيحس بالفليفور قوي يعني. ده برضو هياخد معيه ستة امان عشرة. نفس الكومنت اللي قابله. الاولان الكبير السور ياخد صفر. صفر بجدارة. حدش اشتريه. بس دي كانت كل انواع البرنجلز اللي انا لقيتها قدامي. جبتها جبت تسع انواع ستة صغيرين وتلاتة مكبور. يعني ربنا عوض علينا. الصغيرين كان سعرهم تلاتتاشر جنيه. الكبير تقريبا سعره بيتراوح ما بين ستة وعشرين لتمانية وعشرين جنيه. وبرافو النجم اللي انا جبته ينافس مع الناس دي كلها. يضرب اللي بستة وعشرين جنيه ده على دماغه. يعني طعم الفليفور واضح البطاطساء شكلها نظيف جدا. حاسس بطعم الخل. فيعني برافو لو قارننا برافو بالبرنجلز الصغير. لا البرنجلز الصغير يكسب. في بعض الاطعمة فيه زي البابريكا والباربكيو يكسبوا مليون في المائة. لو قارنناه بالخل الصغير لا هو يكسب لان البرنجلز الصغير اللي بالخل طعم الخل فيه مش طبيعي. لكن برافو تحسوا ان هو الخل والملح بتاعنا الطبيعي. لكن لو قارنت برافو بالبرنجلز الكبير. مفيش مقارنة اصلا. مبروك. ادفع خمسة جنيه باشا وقضي ليلة زي العسل. اتمنى تكون الحلقة عجبتكو. انا دايما من وقت للتاني احاول يجيب حاجات مختلفة. اه اتمنى يكون المحتوى اللي بيتقدم جديد في القناة ده اه يانال اعجابكو. ان شاء الله نتقابل في الحلقات اللي جاية. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنس افكار او حاجات عايزين نعمل عليها او نجربها معاكم هنا في القناة. ولو عايزين زيارة لبعض المحلات او تقييمات ياريت برضو تكتبوا لي ده في الكومنس. قاسف ان الحلقة طولت. انا حاولت عشان جالي كزا منتجات كبير. ان شاء الله نتقابل على خير. سلام.